السلام عليكم جزء الثاني من أخبار تسريبات ArcSended لما اني شوفت تفاعله للجزء الأول الله أعطيكم الآفية 120 لايك في أول يوم مرة شيء سطوري نبدأ في التسريبات أول شيء بعدها ننتقل للأخبار رسمية طيب التسريبات تقول التسريب الأول نظام البريد بيتغير من ناحة النسخ لازم تروض وتكبر في ميلات عشان نجيب أجيال جديدة نظام إنك تنسخ الفيميل ما رح يكون شغال تسريب الثاني نبدأ في ماب آيلند وكل شهرين بينزل ماب يعني زي آيلند الصحراء سنتر راقنا كذا بالترتيب بتجيب أو احتمال إنهم ينزلوا المابات كلها كاملة في أول يوم تسريب الثالث بيكون في حماية الليب 24 ساعة ها دمنيه من والد الكاوت متوفرين عشان أي مش أو هاك أو قليتش يدخلهم بس رابق تسريب الرابع في دينوهات ما رح تقدر تطور فيهم أشياء معينة ولا رح تزيد على الإمبرنت منها القيقة تسريب الخامس الكروس هير الخارجي والبوتل سكاوت كلها بيكون عليها باند هاردوير وإنه بيعتبرون غش طبعا اللي ماعرف شو هو بوتل سكاوت هذا بوت في الدسكورد تقدر من خلالها تسوي سكان لأي سيفر تبيه وتشوف مين اللي داخل السيفر ذا وكملهم وقت وتقدر تسوي ذا الشي طبعا على سيفر وفي برضه إنه يجيك أليرت إذا واحد دخل سيفر كأنيمي أو شي زي كده طبعا يا إخواننا الآن خلصنا فقرة الإشاعات أو التسريبات ندخل في الإخبار الرسمية من صفحتهم الرئيسية في تويتر عندنا الخبر الأول يقول إنه الاستراكشيرات أو المباني والديينوهات حترندر أكثر 70% بذات جزء حتكون رندرت المباني والحيوانات سلسة عن اللي قبل عن جزء اللي قبل عدد اللاعبين في سيفر الأوفشل حيكون 70% في بداية إطلاق اللعبة لكن احتمال يزيد بعد ما تنزل اللعبة فترة يعني هو سبعين بس ممكن يزيد بعدين نبدأ في الخبر الثاني اللي هو بنزل نظام جديد أو سيستم جديد من خلال تقدر تشوف الدينو حقك إيش حالته وإيش وضعه إذا هو جيعان إذا هو ضايا فزمان يعني كنا دائما نضيع دينوهات وزي كده ما تقدر خلاص تنسى الدينو يتضاع ولا شي على الكده حين خلاص الأمر بتسهل يعني اللي قاني أحاول سهل اللعبة ندخل في الخبر الثالث واللي هو الـ User Interface الـ Inventory الجديد النفسي أنا فضل للـ Inventory القديم ما أدري عن ردة فعله اللاعبين كيف بتكون لكن أشوف الـ Inventory القديم أفضل وأسرع وأسرع يعني ندخل في الخبر الرابع واللي هو الـ Movement Speed تلفيل Movement Speed للحيوان و لللاعب مقفل في ركس اندد لكن الاستفارات اللي أنا Official هيكون موجود في هالتلفيل لـ Movement Speed سواء لللاعب أو دينو بالنسبة لي الخبر هذا جداً محزن لأن أنا لعب أوفشل ومني لعب أوفشل ودائماً يعني متعود على أي لعب أوفشل متعود على موفم من Speed لازم يكون عنده موفم من Speed سواء بالـ BBB، تبي تروض، تبي تزمن من دينو تبي تسوي أي شيء موفم من Speed دائماً في أدك وكل اللي يلعب أوفشل يعرف كيف الداينوهات بطيه هناك ومرة يعني معاناة أنك ما تلفل لها موفم من Speed فبس هذا رأيي إياه أخر الأخبار عندي يا إخوان اللي هي الـ Small Tribe بيكون موجود مع اللنش يعني أول ما تنزل اللعبة بيكون موجودة في Small Tribe وفي الداينوهات الجديدة اللي تكلمت عنها في المكتع اللي راح بحط لكم صور من موقعهم الرسمي عن الداينوهات وبس يا إخوان لا تنسوا الليك والاشتراك الله أعطكم العافية وشكرا مشاهدة